اهلا بكم في فيديو جديد لفيلم جديد فاجئ بعربية جاي عكسه ولما بيفاديها بيفقد السيطرة على الاوتوبيس وبيخبط في الصور الكبري والاوتوبيس بيتعلق في الهواء ساعتها داشا بنت منهم بتقع من الاوتوبيس في النهر بس من حصن حظها انها مغرقتش بس شافت حاجة غريبة نفس الضوء الازرق اللي كان على الطريق وواحد بيخرج منه ويديها سلسلة غريبة وبيقول لها ان الظلام قوته بتزيد وهيجي الوقت اللي هي بس هتقدر على هزمته وداشا بتعوم وتخرج من المياه وتلاقي في ايديها سلسلة على شكل عين بعد كذا سنة داشا بتكون في الجامعة وفي يوم كانت فمارة سونجاري وما كانتش مبسوطة لانها ما فازدش حتى لما ميش هزميلها بيقابلها وكان عاوز يتكلم معها مش بترضى وبتسيبه وتمشي وبعدها بتروح على محاضرتها متأخرة شوية وبعدين بتروح تدريب السواة بتاعها وفي الوقت اللي المدارب كان قاعد جنبها بيقول لها تعمل ايه داشا ما كانتش مركزة واتفاجأت انها في الاتجاه المعاكس والعربية اللي مابلها خبطت فيها طبعا داشا بطلت الفيلم وطبعا مش معقول برضو هتموت في الاول كده بس الحادثة دي امعلم كانت تهيوات وفيها اتلاقيت نفسها اعدف عربية لعبة في حديقة الاطفال ولما داشا بترجع البيت بتحكي لصحبتها اللي حصل وان الحادثة كانت بالنسبة لها حقيقية جدا وساعتها صحبتها بتقول لها انها اصلا همرها ما نكحت في اختبار السواة وما عندهاش مدرب سواة اصلا في اللحظة دي داشا بتلاحظ انها ضايعت السلسلة بتاعتها فبترجع تدور عليها في الشارع وساعتها بتشوف مدرب السواة واف جنب شجرة وماسك السلسلة في ايده وهو المداشا بتقرب منه وتمسك السلسلة وتقول له انها بتاعتها فجأة بيخرج من السلسلة نور ازرق شديد والراجل بيقول داشا انها باعت واحدة منهم دلوقتي وتقدر تشوف اللي الناس مش بيقدر يشوفوه وفجأة الراجل بيختفي تاني لما داشا بترجع السكن بتلاقي صاحبتها بتعيط وزعلانة لانها كانت بتحضر حفلة عيد ميلاد واصحابها ما حضروش وساعتها داشا بتروح على قدودهم تشوفهم محدش حضر منهم ليه وبتلاقي ميشا واع على الارض مغم عليه وفي بنت قاعدة في الشباك ساعتها اول ما داشا بتمسك السلسلة بتاعتها بتنتقل لبعد تاني وتشوف كل حاجة على حقيقتها وان ميشا تحت تأثير تعويزها وان البنت دي شيطان متنكر في عيقة انسان وفجأة البنت بتنط من الشباك وتحاول الهرب بعد ما داشا شافتها على حقيقتها بس ساعتها كانت انستازيا مستنيها وبيتخنقوا سوا وبيتقتلوا ولي بيتخلي انستازيا تقدر عليها انها بتضرابها لك ما تفجر فيها طاقة زرقة والبنت بتوعها على الارض كل دا داشا كانت شايفاة من شباك القوض وعلى ما بتنزل تحت هي وجريجوري زميلها كانت البنت مغم عليها وانستازيا هي وزميلهم دا بيسحبوها وبيقربهم محاول كهربا داشا وافة مش مستوعبة اللي بيحصل بس لما بتدخل وراهم بتلاقي مدرب الزواء وبيرحب بيها وبيديها جاكت تلبسه علشان البرد وبياخدها بعد كده على مكان كل تلج وبارك جدا وبنيعرف منهم ان هنا بوابة عالم الظلام وفي اللحظة دي بتلمس السلسلة بتاعتها وتشوف البوابة على حقيقتها وتترعب من منظرها والوحوش اللي طايرة في الجنب التاني وكانوا مكتفين البنت اللي مسكواها من شوية وانستازيا بتفتح البوابة وبترميها فيها ما يقدروش يفتحوها من الناحية التانية وان اللي ما بيقدروش يقتلوه بيبعتول العالم بتاعه هنا ولما بتشوف حراس البوابة التلاتة قاعدين في الجنب بيرحبوا بيها وبيقولوا لها ان من ماءات السنين لما جم يا ابن الجامعة دي وكانت اعمال الحفر والبنى الشغالة كان هما بيحفروا لما لقوا بوابة الظلام دي بالصدفة ومن وقتها وهم على وضعهم ده ومش عارفين اي السبب فكون هما كبروش يوم واحد من وقتها وبعد شوية جريجوري بيفتح بوابة تانية وبيرجعوا بتهم وداشا بتروح معهم في الوقت ده بينشوف حاكم الاجباح في عالم الظلام وهو بيخطط مع المساعدة بتاعته وازاي هيقضوا على حراس البوابة ويدمروا قبة الطاقة اللي بتحمي المدينة وبنعرف منه ان الهالة اللي بتحمي المدينة دي بترتكز على سبع اعمدة او مباني عالية منهم مبنى المارملين ومبنى الجامعة وكذا واحد تانيين وانه عشان يدمر الهالة دي لازم يدمر الابنية دي الاول تاني يوم داشا بتروح الجامعة وهي مقبلة على الحياة وكلها حماس بعد ما عرفت انها مميزة وعندها موهبة وطول ما هي ماشية مسكة السلسلة بتاعتها علشان تشوف كل اللي حواليها على حقيقتهم وساعتها بتشوف شاب عربيته فيها حاجة بايزة فبتقرب منه وتحذره بس هو طبعا بيبعدها عنه وفاكرها بتتري عليه مسأول ما بيرك بالعربية بيعمل حدثة لان فعلا العربية ما كانش فيها فرامل فبيجري على داشا عاوز يعرف منها هي ازاي عرفت وفي الوقت ده كان فيه شاب بيرائب داشا وبيصورها وهي مش واخدة بالها واتار الشاب ده تبع مالك الظلام وبيسلم الصور واول ما بيشوفها بيعرفها وبيكلم المساعد بتاعه علشان يرائبها ويجيب له كل اخبارها لانه عاوز يعرف لو كانت بتتمتع بنفس قوة ابوها ولا لا لانه لو كانت زي ابوها فهتكون خطر على نجاح خطتهم داشا كان الدخل الجامعة عادي والمرة دي بتلمح شاب واقف بس خطبت بتمنعه ان يتكلم معاها بتقرر انها تمشي وراها واول ما بيدخل المحاضرة بتاعته بتدخل ورا القاعة وتناديله وتديله رقامها وتقوله لو حس بحاجة غريبة يتصل بيها ولما الدكتور بيوصل بتمشي وتروح على تدريب السباحة متأخرة وهي في المايا بتفتكر حادسة الوتوبيس وهي صغيرة وفجأة بتحسي احساس غريب وانها بتغرق فبتحاول تخرج من المايا بسرعة بس السلسلة بتوع منها وبتنزل لقاع حمام السباحة تدور عليها ومش بتلاقيها وساعتها المدرب بتاعها بيفتكرها بتغرق فبينزل بسرعة يطلعها في الوقت ده كان مايكل الشاب اللي هي اداته رقامها في المكتبة بيعمل ابحاثه لما بيجيوله فيديو على الايميل وفي الفيديو ده بيكون بيتكلم مع بنات يابانيات من اللي بيشوفهم في الافلام التاريخية فمايكل بيستغرب لانه عمره ما شافهم قبل كده اصلا ده غير انه بيحس بالتعب وان في حاجة غلط واللي بيفاجئه ويخليه حاسس ان الجنن انه لما بيخرج من المكتبة وبيجي نازل السلم يلاقي نفس اللي في الفيديو اللي ببعث له من شوية بيحصل وفجأة بيختفه تاني داشا علشان تساعده بتقول لواحد من زميلها اللي بيحمل بوابة وده عنده قوة خرقة بانه يقدر يعرف اللي قدامه من التقل لحواليه وريحته وعشان كده بيقرب من الشابه وقاعد مع زميلته علشان يتأكد ان البنت دي شبح وهي اللي بتعمل فيه كده ولا لأ لان اشباح الظلام بيتغزوا على طقت البشر ويمتصوا اروحهم بالتدريج لغاية ما يتلوهم وبعدها هو وداشا بيمشوا ورا مايكل ويرقبوه بالليل مايكل بيجي له فيديو تاني بس المرة دي بيكون هو مقتول فيه فبيتصل على داشا يقول لها ويبتيجي بسرعة وتشوف الفيديوهات دي وتحاول توصل معا لمين اللي بيبعتهم في الوقت ده كان ملك الظلام هو والمساعدة بتاعته بيوريها تمثال لملكة الظلام الاولى واللي كانت بتمتع بكل القوى الخفية بس التمثال كان يتكسر على مر السنين لما البوابة ضمرت وهو بقاله سنين بيجمع فأجزاءه من تاني علشان يصلحه لان لو التمثال ده رجي سليم تاني هيقدر يفتح بوابة الظلام بكل سهولة ويسيطر على العالم البشر وتاني يوم داشا بتروح الجامعة وهي بتفتر في الطريق ومشى ورى مايكل علشان توصل للشبح اللي بيطرده وأصحابها كانوا يستنينها برضو وفي الوقت اللي داشا كانت وقف على باب قاعة المحاضرات الترائب بتاخد بالها من شاب بتفاجئ انه هو الشبح اللي بيستغل مايكل فبترده في الجامعة وأصحابها بيساعدوها في الأبضى عليه وبيفتحوا بوابة وبينقولوا بوابة الظلام وبينرموا جواها بس لما داشا بترجع على مايكل بتلاقيه اختفى وبما ان السلسلة مش معاها ما كانتش عارفة تستخدم قوتها وتعرفه ورح فين وساعتها بيجيلها فكرة انها ترسم شكل السلسلة على ورقة وتمسكها جامد وساعتها بتشوف أصار أقدام مايكل على الأرض وتوصله بس بتلاقيه واقف مش فوعيه على حفة الشباك وبتتفاجئ ان اللي بيتحكم فيه وبيزيب الشكل ده كان الدكتور ولانه داشا عارفة انه نقطة ضعف الأجباح هي اللبن فبترمع ليه اللبن اللي كان معاها وتقتله وتجري على مايكل قبل ما يوعى وتحاول تنقذه بس للأسف بيوع من الشباك ومنحصن حظه ان زميلي كنا عاملين حسابه ومراسم وبوابة على الأرض عدة منها اول ملامس الأرض وفي حمام السباحة وبعدها المدارب بتاع داشا بيرجع لها السلسلة تاني وبيقول لها ان ده كان اختبار علشان يعرف هي اعترف تستخدم قوتها من غير السلسلة ولا لأ ولما مايكل بيروح يشكرها زملته بتفتكر انه بينهم حاجة فبتتدايق وتبدأ تتغير وفي الفترة اللي بعد كده داشا واصحابها في الفريق بيحربوا الأجباح وبيطردوهم وكل اللي بيقع تحت ايدهم يقتلوا او يرجعوا بابة الظلام من تاني وكانوا طول الوقت ده في تحدي وبيحاولوا ينقذوا اللي حواليهم حتى وهم مش عارفين بالخطر اللي بيهددهم وبعدها بتروح مساعدة ملك الظلام لصديقة مايكل وتوقع بينهم وتقول لها تعمل ايه علشان تبعد داشا عنه وبتتفق معاها انها تبعت لها طرد هيكون عليه تعويزة سحرية وده بما انها بتبحث في التعويز والسحر والموضوع يبقى مغامرة بالنسبة لها والبنت بتوافق على كل اللي بتقول لها عليه بالليه الملك الظلام بياخدها معاه ويروح يقابلوا اصابة من بتوع العصار وياخدوا منهم الجزء الناس من التمثال ويدربوهم ويمشوا من غير ما يتفعلهم اللي اتفعوا معاهم عليه والصبح داشا بتلاقي جايليها طرد ولما بتفتحوا بتلاقي جواه براد ازاز واول ما بتلمسه بينفجر ويدها بتتميل ازاز بس بعدها بتروح الجامعة وكل شوية تتفاجئ انها بتمشي على ازاز متكسر وساعتها بتقول لاصحابها وتعرف ان دي تعويزة وان في شبح بيطريدها وبتغزى على طاقتها وروحها طول ما التعويزة شغالة وساعتها بيستعينوا بزميلهم الهاكر اللي بيحرص البواب علشان يعرفوا مين اللي بعت الطرد ده ولما بيعرفوا المكتب اللي انبعت منه بيروحوا على هناك بس مش بيستفيدوا حاجة لان الموظف بيقول لهم ان اللي سلمته الطرد كانت لابسة ماسك وداشا كانت بدأت تحس بالخوف خصوصا لما بتشوفش تلاف المراية تغير وبايت شبه الممي او الاجباح اللي بتشوفهم وفي الوقت دا كانت المساعدة الشريرة مع البنت في كافيه بتتابع معاها القطة والمساعدة بتقول لها ان التعويزة دي هتخلي الكل يبعد عن داشا ويشوفوها وحشة بس في نفس الوقت كان جريجوري معاها وقالت له على المشكلة بتاعتها وبتخليه يشوف شكلها المخيف وكانت فاكرة انه هيبعد عنها بس جريجوري بيفجئها ويقول لها انه عمره ما يتخلى عنها ساعتها التعويزة بتتفك والمساعدة الشريرة بتقع على الارض تتخنق ويجي لها تشنجات بعدما تعويزتها فشلت بسبب ملك الظلام اللي ركب الجزء الاخير من التمثال وحاول يضمر هالة الطاقة اللي بتحمل مدينة من عالم الظلام بس مش بيقدروا بيكتشف ان الناقص لسه اهم قطع علشان التمثال يكمل وهي علامة الايين اللي هي اصلا سلسلة داشا وهو لما بيعرف كده بقى بيستخدم سحر العروسة وبتحكم في جريجوري ويخليه ياخد من داشا السلسلة ويودها له ولما جريجوري بيوافق بيلاقي البيت كله متكسر وهو مش فاكر اي حاجة وساعته اصحاد داشا بيروحوله وبيضربوه وبيخضوه على المقر بتاعهم ويحبسوه في زنزانة لغاية معرفه وعمل كده ليه وبتأكدوا بعدها انه مصحور وملك الظلام بيتحكم فيه وملك الظلام في الوقت دا كان اخد السلسلة وركبها في التمثال وبدأ يضمر هالة الطاقة فوق المدينة في الوقت دا كانت داشا مع زميلها حارس البوابة ويدوروا معاه على اللورة التعويزة اللي اتعاملت عليها وبيوصلوا فعلا للمساعدة الشريرة في مكتبها في مبنى في عالم البشر ولما بتخب بالها انهم مرالباب بيرقبوها بتهجم عليهم وترمي عليهم المكتب وكل حاجة في القوضة وتنط من الشباك وداشا فاكراها وقعت على الارض بس لما بتبص من الشباك بتلاقيها طلع على الحيطة للسطح وساعتها بيرسموا بوابة وبينتقلوا للسطح ويتارضوها هما الثلاثة بس هيها بتطلط من المبنى للتاني ودي مسافات مش قليلة كانت بتطير فيها من غير جناحات بس هما هنا بيرسموا بوابة تانية وبينتقلوا للمبنى اللي هي وصلت له ويتم منهم معركة هما الثلاثة ما كانوش قادرين عليها فيها لانها كانت اقوى الاجباح اللي عجموها ومرة واحدة بترمي واحد منهم من على السطح وكان هيوقع لول انه تمسك في الصور وساعتها التاني بياخد حديدة من على الارض ويضربها بيها ياسمها نصين وعلى ما بينقل صاحبه كانت هي رجعت لاصلها تاني وحاولت الهرب بس هما بيرحقوها ببوابة مرسومة على صفيحة بيرموها تحتها وهيها بتطير في الهوى وتنتقل المقر عند بوابة الظلام وفي لحظة كان هما وراها وبيفتحوا البوابة ويرموها فيها في الوقت ده كانت المدينة كلها بتتضمر وفي دخان اسود وضباب في كل مكان والمباني اللي بترتكز عليها هالة الحماية بلق التنهار والحراس فقدوا قوتهم وما بقوش قادرين يحموا البوابة والاجباح بيسلطروا عليهم ويحبسهم في الزنزانة وملك الظلام بقى اكتشف انه علشان يعرف يفتح البوابة لازم له دم داشا صاحبة السلسلة ووريسة قوى النور فبيتحكم تاني في جريجوري ويهدده علشان تروح له وياخد دمها وفعلا داشا بتنفذ اللي هو عاوزه وبترجع تاني للمقر وساعتها كان ملك الظلام غير كلامه وتحكم تالت في جريجوري علشان يروح ويفتح بوابة الظلام على ما هو يدمر هالة الحماية وواحدة من الاجباح بتوعهم بتهاجم الحراس ويقوم بينهم قتال عنيف اللي بيكسب فيه حراس البوابة ومقتلين النور وجريجوري وهو رايح يفتح البوابة بيحاول الحارس الكبير انه يمنعه بس بيتخاني معاه وجريجوري ضربوا بمارسات سفينة عملاقة وبيوع عليه جزء من السقف وبيكمل للبوابة وساعتها داشا بتقرب منه وتفكره بنفسه بأهله وتخليه تغلب على السحر اللي واي عليه وفي اللحظة دي بتدخل بوابة الظلام بسرعة قبل ما حد يمنعها علشان تدمرها وفي الوقت اللي كانت الاجباح والظلام بيحوطوها من كل ناحية كانت داشا نورها طاغي على الكل وبقوة النور قدرت انها تدمر تمثال الظلام وتفجر زي ما باباها عمل قبل كده زمان والسلسلة بترجع لها وتلاقي نفسها في المياه في نفس المكان اللي الاوتوبيس ويع فيه زمان ولايت السلسلة الاول مرة وبتخرج داشا من المياه وهي مبسوطة انها قدرت تنقذ العالم من الشر والظلام وبتجري على قرب تليفون تكلم اصحابه وتطمنهم عليها وفي اخر مشع جريجوري بيروح يصالح ممته اللي كان مقطعها من سنين وعرف قد يقيمت وجودها في حياته لما حبها له وذكرياته معاها هي اللي خليته ينتصر على السحر ويرجع لنفسه وعرف قد يه ان اهم حاجة في الدنيا هم الاهل ومهما كان في مشاكل اللي ان حبهم لينا اقوى من كل شيء وبكده يخلص في المينا النهاردة لو عجبك دوس لايك واشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بنعمله ولو نفسك نلخص افلان بعينها اكتبها في الكومنتات واحنا هننفزها لحد الفيديو الجاي مع السلامة